بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مرحبا بكم في قناتكم وقناته chez moi وصفتنا نهار اليوم كما راكم تشوفوا هي صلاة فريشة انذيرين اي ولا نقدر نقولها صلاة منعيشة في كؤوس هاذ الوصفة غالبا نديروها في المناسبات ولا نديروها في الأفراح ولا حتى في رمضان ولا كيكونوا عن نظيف هاذ السلطة هي صلاة راقية منعيشة وشبة بزاف وكما راكم تشوفوا قمة في المذاق وقمة في الأناقة مع هاذ السلطة راح نشوفوا كريمة التونة اللي ترافق هاذ السلطة وحينشوفوا ثاني وصفة الفينيغرات اللي تتباع في المحلات حينشوفوها في هذا الفيديو وش نحتاجوا عندنا بغلاة فينيغرات نحتاجوا كاستازيت اربع كاس ماء اربع كاس خل كما راكم تشوفوا عندنا شوية ملح عندنا مغرف سكر وعندنا نصف عصير نصف بقارس وعندنا مغرف موتارت وعندنا هنا زوجف سوستوم معدنوس وزعيترا زوجف والديو يحسي بالأذواق يستطيع فزيائر ويستطيع فزيائر ونحتاجوا من المكسور في ايناء نبدأ نضيف السوائل نضيف 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 الزيت نضيف نزيد الملح نزيد السكر نزيد نصف حبه عصير نصف حبه تقارس ليمون لدينا مغرف المستردة كما يقولوا احوالنا المشارقة وعندنا ثاني شوية مع الدنوس وعندنا فصين تأثوم زوجة فصوص تأثوم مع ميكسر نقود نخدم في هاد المكونات كامل معابا قبل ما نضيف الزيت بيان سيغناني زيت شوية زعيترا كما راكم تشوفو ومن بعد نبدأ نخلط فيهم ميكسر حتى نتحصل على خليط أبيض متجانس ومن بعد نبدأ نزيد في الزيت عن كميات ولا عن فترات غيب العقل نبدأ نزيد كيشو كما راكم تشوفو نبدأ نزيد في الزيت أي بالعقل ونضرب توجوه كما راكم تشوفو نزيد في الزيت نضرب تشوفو كما راكم تشوفو و لم تضيف الزيت خليط ومن بعد نظيف تشوفوش هذا كل خليط تغيرت ولا مينفصلش الزيت عن الماء يبقى عندو نفس القوام حتى تخلصكم الكمية هنا نضيف زجاجة ونضيفها في ثلاجة وقت ما نحتاجها لا تنسوا اني حتى نحتاج هذه الفينيغرات للسلاطة اليوم ما انا بقيت نديرها لكم لكي تشترونها بمرة تصنعوها نضيفها في ثلاجة وقت ما نحتاجها نجبد ونضيفها على السلاطة بعد الفينيغرات سوف نرى موس وطن و كريمة التونة نحتاجها فيها علبة كريمة فخيش نحتاجها فيها طن و نحتاجها فيها كمية من الجبن الابيض و خماش بلو نضيفها كريمة فخيش الكريمة السائلة من الأفضل أن نضيف هذه النوعية أو هذه نوعية جيدة تضبنوا و ستطلعكم الكريمة ستطلعكم كريمة نضيفها نضرب هاوئي نضرب الكريمة نضرب الكريمة حتى نتحصل على الكريمة نضيفها 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 من الملح نضيفها و نضيف ملح و نضيف ملح و نضيف ملح نضيف من الفخماج اي فخماج تحبي بلا ما نذكره الاسم المهم يكون فخماج بلون نضيف ملح كميه كبيره عندي ضياف من توماغ الوحد يدير القياس على العائلة انا اجيب خوفيتي الوكازيون سوف نصور لكم هذا الصلاة لاني مدرت هاش في القناة ونضيف ايضا العلبتين هناني دير زوج علب تطونا بالزيت طن الويل الطن بالزيت ونضيف الخليط ونضيف الخليط ونبدأ نضرب حتى نتأكد بلي كامل تفكك ورجع كريمة نخلط مليح ومن بعد نضيفه في امبوش ادوي نضيفه في كيس حلواني كما تشوفو نضاهر اني مجده ديجا تشوفو لك خام بتاعي كباش تماسكت نضيفه في الكيس نحوه حلواني لاني مجده لاني مجده باش نقدر نتعامل مع الكخام بسهوله ونضيفه في الفيرين يبقى الفيرين توعين انضاف ومتحوفين وخدمة غاية كمتحة ونضيفه 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 ونشوفو وضرق وش نحتاجو من الخضر اللي نمجدو بها لسالاته كيف لكم تشوفو حنا عندي بيتخاف شاماندر انا ديجا مغلياتو في شوية ملح ومه فالحق مفورته هنا انا ديرا شوية جزر مبشور عندي سالاته خضره عندي طوماطيش وعندي مايس وبينسير نحتاج وهنا عندي بغوشت للدكور وعندي حبة الشيبس ايضا للدكور كما قلت لكم هدا السالاته راقية ديروها غالبا للضيوف ولا في المناسبات بان لبيتخافز نضيفه شوية ونزيد الزرودية ايضا ونبقى نخلط حتى تشرب كامل الفينيقات ونبدأ نوجد في الكيسان والاكواب اللي راي عندي بانسير ما نخلطش المغروف تعالبيتخاف مع الزرودية باش ما يتخلطوش الالوام هلا بلكم بيتخاف اللون ويطلق شوية في الخضر ونفس الشي بغو نزيد هنا شوية في سوية خاصة ونفس الشي نديرو بوغ بوغ الطماطيش و بوغ الخضر كامل اللي عندي حتى نحس بلي كامل الخضر اللي عندي شربت من الفينيقات باش يجي عنا مباق واحد كي جو تاكلو فشلاذة تسيبو عندكم مباق واحد بانسير نفس الامر نخلط مليح ونبدأ نجبد في لبيرين ونحط في لسالات التاي هنا كما تشوفوا دينا بانسير هنا عندكم تومالو شوى عندكم حرية حرية تقديم الكؤوس تقدرو تبدو بأي خضر تبغوها لكن حافظوا على نظافة الفينيقات هنا من الأفضر نديرو بيتخاف مع التالي بس كلكم حالفين بيتخاف شوية يسبغ لذلك نضيفه دايما هو أفضر ثم نديرو الخضر الأخرى حطيت هنا شوية بيتخاف شامندر ثم نضيفه هنا باش ندير باش الألوان يجون يشابين الروج مع الجن الأصفر والأحمر هنا نلعبو على الألوان وهنا كل واحدة وذوق تحتها هنا جدي مسألة أذواق كل واحدة تدير الخضر اللي تبغيها التدرج الألوان اللي تبغيها بوه هنا مع البوش البوش بيتو درت شوية في البوش دايما تخلينا لسيات نقيا ومبعد زيت الجزر المبشور تدرج في الألوان جي شباب هلا هذي أنا نعطيكم برك أنفيلة منذ أنتم كل واحدة والذوقت ها تقدروا تستعملوا ديفيرين كما هكذا دزدج ديفير ولا تقدروا تستعملوا أيضا تستعملوا أيضا واحدة كوؤوس بلاستيكية كما يتبع برا ثاني دي شباب وندير لك خيم من فوق كما راكم تشوفوا ومبعد نبقى ندكوري كما قلتكم الدكور يبقى حاجة شخصية هنا استعملت رقائق الشيبس بيانسور هذا الشيبس نستعمله بش ناكله لك خيم هذي ميشين كرام سيبليتوين موس موس ولكصر الألوان ندرت قطعة طماطيش بالفوق ونضع بيانسور لبقى التاعي وحاني تحصلت على كأس السلاطة منعش وشباب ندير الثاني نوع اخر بديت بالسلاطة الخضراء ومبعد حطيت زرودية الجزر المبشور الكاغوت غابي هلا وانتو بتديرو اي نوع خضر تبغوه كين خضر واحدة خلا ثانية تقدروا تديروها تقدروا تديرو البسباس تقدروا تديرو بزبزبزف الانواع من الخضر الخيار هلا هيا طماطيش طماطيش هلا و الاذوق ثاني كل واحد شي يبغي يأكل هلا الى كانت العائلة تديري عساب وشي يبغي شي يحبه كل واحد والخضر اللي يبغيها شوية مايز ثاني لكسر اللول وبعد نديرو الكرام بالفوق والا ونديرو الدكور تاني اللي نبغيه توجو الماء بليتو الشيبس الشيبس قلنا هدا نستعملوه باش ناكلوا الكرام ونديرو بيك تاعي الى عندك اللي غاندو بافو فاني يديريهم الفوق فاني يجو شابي بزر وانا نبغيش القوي حاجة سامل وهم ليفيرين تاعنا مختلف الالوان ومختلف الاشكال وحاجة وجبه او نديروهم في المناسبات في الافراح في الفيونساي نديروهم اوسيكي يكونوا عندنا ضياف حتى في رمضان بيانسيوغ لازم تحطيهم في الثلاجة حتى يبردو قبل ما تقدميهم وهنا نكون وصلنا ان شاء الله هلغو سعدتا عليهم تكون عجبتكم وافكار تعليهم ان شاء الله عجبت وعجبوكم ونتمنى تجربوهم في بيوتكم وتردوا لخبر وما بقى لي غير نقول لكم بقاوا على خير واش Eeveh نشائデية رمزان هم ألتك صعر اللعين زيارة في المنزل ما ترجمة نانسي قنقر